أقضى مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرين برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيسي المجلس وبعد مداولات ونقاشات طويلة رفض النواب تقرير الحساب الختمي الموحد للدولة وحساب احتياط الأجيال القادمة للسنة المالية 2014 الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين بعد انخفاض سعر برميل النفط عاد ليلقي بظلاله على جلسات مجلس النواب من جديد فقد تطرقت الجلسة إلى تقرير الحساب الختمي الموحد للدولة والحساب الختمي لاحتياط الأجيال القادمة للسنة المالية 2014 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 لم يكن هناك انخفاض سعر النفط لكن كان هناك ملاحظات مهمة ردنا عليها بتوضيح أهم النقاط فيها وكيف يمكن تعامل معها وأعتقد أن اللي بيشوف البرزنتيشن بيعرف وجهة نظرنا فيما يتعلق بالإرادات والمصرفات نحن نتعامل مع زيادة الإرادات بشكل منطقي ونتعامل أيضا مع تخفيض المصرفات لكن عيننا دائما على أن اقتصاد البحرين يبقى ينمو بنسب معقولة في مواجهة هذه التحديات أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد أوصت برفض التقرير على الرغم من تأكيدها أنه يعد وثيقة حكومية هامة جدا تعتمد عليها كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كما أنه يمثل مرآة حقيقية للأداء الحكومي في مدى الصدق والأمانة في تنفيذ ما ورد بالميزانية العامة للدولة لعام منقضي نحن كالاجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضنا الحساب الختامي لأنه لم يكن متوافق مع الرؤية التي كنا نتطلع لها طبعا هناك بندين مهمين بالنسبة في الحساب الختامي هو بند المشاريع والإيرادات الغير نفطية بند المشاريع نحتمد علي ميزانية في 2014 لكن مع الأسف الشديد ميزانية المشاريع لما استقل 45% من الميزانية تم استقلالها و55% لم يتم استقلالها بالمستوى الأفضل وبعد المدولات والمناقشات الطويلة بين النواب وممثل وزارة المالية وفق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض التقرير لينتقل المجلس بعد ذلك للنظر فيما تبقى على جدول أعمال جلسته من تقارير تختص بتعديل قانون لائحة المجلس الداخلي سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين